اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام انا الدكتور عبدالله ابو عدس استشاري الاطرابات النفسية تزورني احد السيدات بشكوى انها لا تستطيع ان تقاوم رغبة التوقف عند احد المولات التجارية والشراء بمبالغ كبيرة وشراء عدد كبير من الاحتياجات التي تعتقد في النهاية انها لا تحتاجها وتقول هذه السيدة الكريمة انها تشعر بالمتعة في اثناء عملية الشراء الا انه بعد يوم او يومين تدخل في حالة نوعا ما من الاكتئاب ومن ثم تدخل في حالة من تأنيب الضمير بسبب هذا الموضوع الذي تم لكنها لا تستطيع ان تقاوم نفس الرغبة مرة اخرى عند مول اخر او مركز تجاري اخر وبالتالي الان تدخل الى الشراء وهلو مجرى طبعا موضوع حواس الشراء او الانيومينيا او موضوع الشراء القهري الشوب هوليزم هذا من الاضطرابات التي تصنف على انها اضطراب في الدافعية ويجب ان تصلط عليه الاضواء من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج هذا الموضوع اكثر شيوعا لدى السيدات لكنه يوجد لدى الرجال وهذا الموضوع بالاجمال العام له مجموعة من العواقب النفسية والاجتماعية السلبية الاشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يلجأون الى صرف مبالغ كبيرة من النقود للشراء وبالتالي يلجأون احيانا الى القروض ويلجأون احيانا الى بيع بعض مقتنيات المنزل حتى يمولون عمليات الشراء بعضهم يلجأ نوعا ما الى السرقة احيانا لتمويل عمليات الشراء بعض الناس يلجأ الى عملية اخفاء هذه المشتريات حتى لا تحدث حالات نوعا ما من الاصطدامات الاجتماعية والاسرية بسبب هذا الشراء المفرط حالات هوس الشراء يمكن ان تولد نوعا ما حالات من الاكتئاب وهذا الاكتئاب الاكتئاب يصنف على انه اكتئاب طبي سريري يستوجب علاجه يمكن ان تؤدي الى حالة من الصراعات الاسرية والخلافات الاسرية وفي بعض الحالات نوعا ما ما تؤدي الى الانفصال او الطلاق هذا الموضوع بالاجمال العام يخلق لدى الانسان حالة من الصراع وفي بعض الدراسات العلمية ما تقول ان هوس الشراء هو جزء من الطيف الوسواسي او هو جزء نوعا ما من الوسواس القهري الا ان الفرق بين هوس الشراء والوسواس القهري ان الانسان في حالة هوس الشراء يشعر بالمتعة اثناء عملية الشراء وطبعا مرضى الوسواس القهري عادة ما يشعرون بالتوتر والقلق من العرض الوسواسية وبالتالي يحاولون بقدر الإمكان التخلص منها عن طريق بعض المسلكيات القهرية وغيرها فبالتالي هذا الموضوع الآن لما له من عواقب لما يمكن أن ينتج عنه من عواقب اجتماعية من المواضيع التي يجب أن تسلط عليها الأضواء طبعا نسبة شيوع هوس الشراء تقدر ما بين 2 و 3 بالعشرة وتصل أحيانا إلى 8% وهي نسبة نوعا ما مرتفعة بعض الدراسات ما زادت على هذه النسبة فبالتالي هو أحد الطرابات الدافعية الذي يجب كذلك أن يفرق عن بعض الأطرابات الأخرى النفسية كالأطرابات المزاجية أو الطرابات الطيف الوجداني الطرابات القلق وما إلى ذلك من هذه الأطرابات ننصح الجميع ممن يعانون من هذه المشكلة أن يراجع الطبيب النفسي المختص لأخذ المشهورة والبدء ببرنامج العلاج وحمى الله الجميع